في كتير طرق وسط الحياة دام وفيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق الطريق المسيح أدفه المسيح أدفاء المسيح تبقى آفة المسيح theo سير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني تهنئة للأحباء بمناسبة هذا الصوم لكني سوف أدخل في هذا المدخل بطريقة عملية لأني أريد من خلال هذا الصوم ومن خلال هذه الأعياد المتلاحقة نريد أن نصل إلى كلمة سواء لأن في الحقيقة رغم أننا بنحاول ما أمكن أن نجد أرضية واحدة للكلام عن العبادة الحقيقية ومنها الصوم أيضا لأن الكتاب يعلمنا أن الصوم في حد ذاته ليس هو المقصود به الامتناع عن الأكل فقط لكن هناك أيضا تدريبات للصوم لكيما أيضا نمتنع عن الكلام الذي يسيء للآخر وعلشان كده المسيح بيركز أيضا في هذا الصوم لأجل أن نصل إلى الهدف الحقيقي من العبادة فهو مثلا تكلم فيما قبل الله على فم أنبياء كثيرين قبل أن يأتي المسيح ويتمشى في عالمنا ويعلمنا معنى وجوهر العبادة الحقيقية فهو نطق مثلا على فم أشعياء في أشعياء 58 عن هناك أنواع من الصوم فيها الواحد ينسى أهله وجيرانه وعشرته ومن هو محتاج إلى الطعام الحقيقي وعلشان كده بيقول لهم هل هذا الصوم ما نختاره ربنا أليس أن الصوم الحقيقي هو الامتناع عن الشر وفك عقد النير هذا هو الصوم الذي يريده الله أننا ننحل من القيود التي تقيدنا كبشر وهذه القيود لا نستطيع أن نتحرر منها إلا إذا جاء المسيح المحرر العظيم الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيلي الأحمال وأنا أريحكم فإحنا كلنا كبشر حوالين عنقنا قيد هذا القيد ولدنا به في الحقيقة لأن الخليقة كلها أخضعت للبطل ليس طوعا بل على أساس الذي أخضعها على الرجاء إلى أن يأتي المسيح الحي الذي هو المحرر الحقيقي الذي يستطيع أن يفك عقد النير وعقد الشر وهذا هو الذي يطلبه المسيح من خلال هذا الصوم الذي نصومه كبشر لأن كثيرين في الحياة فئات كثيرة من البشر بتمتنع عن الطعام سواء لمدة شهر أو الفترات معينة ظنًا منهم أن هذا الصوم هو الطريق للوصول إلى الله لكن في الحقيقة الوصول إلى الله يتركز في كلمة واحدة كشف عنها أيضا نبي الله أشعياء في كلمة سوف أضعها كعنوان في هذه الحلقة وهي جوهر العبادة يتركز في كلمة اسمها صر الشهادة النهاردة أخد بالك من كلام ده لأن ده كلام غالي لو أنت خدت بالك منه هتقدر تعرف في الحقيقة ربنا عاوز إيه من وراء الصوم ومن وراء العبادة الحقيقية التي يطلبها الله في هذه الكلمة الموجودة في سفر أشعياء والأصحاح السامن وإحنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن ظهور فجر جديد عن طريق التجديد فده اللي النهاردة هحاول أكمله عن طريق هذا التأمل من وراء هذا الصوم اللي بيطلب ربنا مننا فيه جوهر العبادة عن طريق كلمة مفتاحية اسمها صر الشهادة وعلشان كده أنا حابب أنك أنت النهاردة لو معك كتاب مخدس وعايز تتابع هذه الكلمات هتلاقيها في سفر أشعياء والأصحاح السامن وابتداء من العدد السادس عشر صر الشهادة أختم الشريعة بتلاميذي فاستبر عدد سبعة عشر فاستبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره مرة تاني صر الشهادة أختم الشريعة بتلاميذي فاستبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره إذا النهاردة حبنا حب نشوف ليه النهاردة فيه اختلافات جسيمة في جوهر العبادة اللي في الحقيقة وصلت حتى داخل إطار المسيحية الإسمية إلى أكثر من 32 ألف طيفة وملة كلهم بيمسكوا الكتاب المقدس ده اللي بين أيدينا وكل واحد على دينه الله يعينه رغم أن الكتاب واحد طيب يا ترى إحنا لو كنا في نطق المسيحية وعندنا هذه التعددية في الفهم لكلمة الله أكان الله في عون الآخرين اللي ما عندهم شنور الكتاب المقدس وبيمرسوا تقوس أو عادات أو عبادات أو صيامات ظنين من ورائها أنها توصلهم إلى الله وهذه خدعة كبر علشان كده إحنا بنسبع النهاردة حتى في قلب مصر وهي البلد التي خرجنا منها نحن لا نريد وده أئمة يعني العالم الإسلامي اللي هو الأكثرية في مصر اللي بتقول إحنا بلد إسلامية بيقول أكبر الأئمة فيها والمسؤول الديني الأول في مصر إحنا مش عايزين تزييف للحقائق أو العقائد علشان إحنا دولة متعبدة وإحنا دولة دينية حلو جميل الله يساعده علشان كمان ما يحصلش استضامات ما بين السياسيين والدينيين ده اللي إحنا مش عايزينه لكن كمان تزييف الحقائق والعقائد ده أكبر مشكلة ضلالية في الأيام الأخيرة علشان كده المسيح نفسه قال لنا في الأيام الأخيرة عندما ينتشر الضلال العام علشان كده المسيح بيطلب أنه الوعي يزداد والفهم يزداد حتى لا تصيبنا هذه الضلالات لكن عن طريق نور الحق نستطيع أن نستخلص لأنفسنا ما هي جوهر العبادة هتقول لي طيب يا دكتور مراد إحنا بدين دلوقتي بالصوم وعايزين يعني نقترب إلى الله باشي إحنا مش بنقول حاجة الله يبارك الصيمين يعني لكن يعني إحنا مش عايزين اللي يصوم الفرض وبعدين يطلع ينقب الأرض لا ده مش كده اللي إحنا طالبينه لكن ربنا بيقول أنا عندي كلمة عايزك تاخد بينها اسمها صر الشهادة يا طرى إيه معنى صر دي جات بالإنجليز يعني ربطها وصرها ها وإحنا عندنا مثلة حلوة في مصر يقول لك خد من قلبي وصر يعني ما كانتش الحاجة تطلع حلوة كده ها إزاي أنت تحتفظ بيها وتصرها إلا إزا كانت حاجة غالية جدا وثمينة عليك علشان كده الكلام اللي أنا بقوله لك ده كلام غالي وثمينة أنا عايزك تصره علشان تبتدي تفكر فيه وبعدين لما تفكر فيه ده هيقودك إلى جوهر العبادة الحقيقية اللي طلبها ربنا وهو مش بيكلفك بأكتر مما يعني مطلوب منك يعني لكن هو اللي هيقدر يعمل فيك العبادة الحقيقية وهو اللي هينفس فيك الشهادة اللي تشبع قلبه لأن ده هو الطريق الذي رسمه المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة طيب إزا حبينا أكتر نفهم يا طرى إيه معنى الرب الساتر وجهه عن يعقوب فاستبر له هي دي الحاجة اللي بتحير مش بسي العابدين في كل مكان لكن بتحير حتى المسيحين إن الله ليه جوهر مستتر بيقول عنه أنا الرب الإله اللي قال عن نفسه في سفر أشعياء وأشعياء اتكلم عنه بيقول حقا أنت إله مستتر يا إله إسرائيل المخلص وإحنا عارفين إنه هو حتى لما بيتكلم عن إسرائيل في العهد اللي إحنا فيه ده مش بيتكلم حاليا بالنسبة لنا إحنا المسيحيين عن إسرائيل الحالي اللي هو موجود في المنطقة اللي بتعتبرها كل الدول العربية منطقة محتلة وإن الناس اللي في إسرائيل دول ناس مغضوب عليهم ومن الضلين علشان كده ربنا مش راضي عنهم لكن في الحقيقة لما بيتكلم عن إسرائيل الجديد المسيح بيتكلم عن الكنيسة التي هي جسده من الذي يملأ الكل في الكل يا ترى الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده هنشوفه إن الكنيسة الحقيقية لو أنت رجعت لسفر في الحقيقة رسالة كورونسوس وهي الرسالة التي كتبها بولس الرسول إلى أهل كورونسوس بيتكلم فيها عن الكنيسة وبيقول عنها في عصص حح 6 وعدد 15 ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح أفأأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية حاشة فبيورينا إن الكنيسة اللي هي كانت أصلاً شعب الله في القديم الكنيسة المدعوة في البرية الشعب اللي خرج دول كانوا رمز لكن في الحقيقة الكريسة الحقيقية مختلفة تماماً عن الشعب اليهودي علشان كده لما المسيح الجاه ومشي في عالمنا وأجرى كل المعجزات المدهشة ولم يتكلم أحد مثله ولا فعل الأفعال اللي يفعلها لكنه بيقول على فم أشعاء من صدق خبراً فالناس اللي كانوا في أيامه من الفلسة ده ما صدقوش إن ده المسيح المنتظر علشان كده إحنا لو حبينا نعرف الكنيسة نقول يا ترى الكنيسة دي معناها إيه اللي إحنا بنؤمن بها كلنا المسيحيين اللي إحنا بقينا أكتر دلوقتي يمكن من خمسة وتلاتين ألف طيفة وملة كلنا بنقول إن إحنا مسيحيين وبنحب بعض مفيش فرق بينها خد الكنيسة في أبسط صورها وتعليمها في الكتاب المقدس هي كل من تم تجديدهم بالولادة الروحية من فوق يعني إذا كنت النهاردة عايز تعرف أنت نفسك اللي بتسمعني إن تدخلت في نطاق الكنيسة الحقيقية وحتى تحدث القيامة الأولى اللي فيها هيتم فيها اختطاف سري لهؤلاء الذين ولدوا من الله ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله هم دول اللي ربنا عرفهم واخترهم وهم عارفين أنفسهم والمسألة فيه بينهم وبين الله اللي ولدهم ود مستمر وعلاقة مستمر لكن مش بس كده هم فيه وحدة اسمها وحدة جسد المسيح السري بمعمودية اسمها معمودية الروح القدس تقول لي ما تتوهنيش بقى يا دكتور مراد أنا ولدت في المعمودية وأنا ابن المعمودية وأنا معاك في المعمودية دي وإحنا كلنا مسيحيين وحلوين ماشي مبروك عليك جورن المعمودية أنا موافق عليه مش بعترض لكن أنا عايز أقول لك أن الطفل ده اللي تولد ويتعمد ده ما بيعرفش حاجة وحتى الطفل ده اللي أنت بتقول عليه وبيبصوله يقول لك ده كيوت وحلو وشكله شكل أبوه والوات طلع لأبوه هو اللي طالع لأمه ده كله ده حلو وجميل في الأول لكن تعرف أن الطفل ده اللي احنا بنبصله ومتمنيين وبنسمع في المكالمات اللي بيطلبه فيها الدكتور جيزيف اللي بيقدم البرنامج الحلو ده حلال المشاكل والأغلبهم اللي عايز طفل واللي عايز مولود واللي عايز فلوس حلو ده كلها طلبات بيطلبها بيقول عنها الكتاب تطلبها الأمم لكن بيقول أطلبه أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فنفس الطفل ده اللي بيولد من بطن أمه احنا عارفين أنه بيصله عليه سواء في الأرثوذكسية ولا في الكاسوليكية علشان يجحده منه الشيطان طب هو بيعرف إيه الطفل ده لو أنت عمدته ولا طلبت له ولا صلت له مش هيعرف حاجة وهو في داخله روح سلبي إن ما كانش يكبر ويفهم وعلى مسئولية ولديه اللي هم الإشبينات بتاعته مش هيعرف حاجة وهيطلع اللي انت بصص عليه إنه كيوت ده يطلع من قلب العابد كافر ويطلع يعذب أبويه ويغلبهم لأنه لم يعرف الطريق الحقيقي إلا أنا بقولك عليه هو طريق الكنيسة الحقيقية قالوا لادة من فوق ثم المعمودية بالروح القدس لكن لم يكتفي هذا التعريف للكنيسة اللي احنا بنقولك عنها وده موجود في رسالة كرونسوس والأولى صح 12 عدد 12 لكن المسيح هو رأس هذا الجسد السري اللي احنا بنسميه الكنيسة فإحنا النهاردة بنطمنك وبنقولك إحنا مش كل واحد فينا طالع على راسه وإنت عايز تطلع على راسك إنت حر حتى وإن قلت إن الكنيسة الأم أنا مش هطلع عليها إحنا برضو بنبارك ده وبيقولك مبروك عليك وشد حيلك بس إحنا كان الكريسة الأم دي اللي تفرع منها كل الناس اللي في الدنيا اللي بدأها في مصر الرسول العظيم مرقص هي نفسها اللي احنا بنؤمن بيها اللي بنقول عليها مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق كلنا بنؤمن بكده لكن هل هذا الإيمان مجرد كلام أنت بتردده؟ ولا فعلا أنه هرضا أنت ناوي على هذا الإيمان المسلم مرة للقدسين والكنيسة الأم اللي إحنا بنطوبها وبنبرك سيامها وبنقول سيروا على بركة الله بس إحنا عايزين أن هذه الكنيسة الأم زي ما أشع عليها النور كمان أولادها إلي في ناخل نطاقها يوصل فيهم النور اللي هو نور الكنيسة الحقيقية اللي إحنا بنقدمه لك فزي ما هي جسد المسيح السري لها راس فإحنا النهاردة مش طالعين على راسنا يعني بنقول كلام من دماغنا يعني كده علشان نظهر إن إحنا الناس يعني متميزين أبدا ولا حاجة أنا طلعت من قلب الكنيسة برضو قعدت سنوات كتيرة في الكنيسة ما بعرفش حاجة وبروح وبتردد وبتابع كل العقائد والصيامات والمعمودية بالرش ولا بالغطس وكل ده درست وحاولت أفهمه وطلعت في النهاية إن في الحقيقة ممكن أكون مسيحي مراد بالاسم لكن هالك هالك وما ليش نصيب في الكنيسة الحقيقية علشان كده إحنا لنا راس هو رأس الجسد الكنيسة المسيح يسوع اللي بيتكلم عنه في رسالة أفس وسصح واحد وعدد اتنين وعشرين وبذلك تكون الكنيسة الحقيقية هي هيكل لله عن طريق الروح القدس الساكن فيها فالنهاردة يا حبيبي خد بالك إن النهاردة الكنيسة الحقيقية دي ما هياش مباني ما هياش عقائد ما هياش فخمات ولا هي يعني كبر جورن زي ما بيقولوا زي ما في الفيسبوك كده يفتكروا إن اللي عندهم أكبر نوع من المشاهدة دوم أفخم ناس لا مش صحيح الكلام لكن الكنيسة الحقيقية اللي احنا بنقول لعك عليها دي هيكل الله وروح الله ساكن فيها وده هو أساس وجوهر العبادة الحقيقية اللي ربنا بيقول لك خل الكلام ده وصره علشان يكون ليك جوهر العبادة الحقيقية لما تصر الشهادة اللي احنا بنقول لك عليها علشان كده وهي هيكل للروح الخدس الساكن فيها وهي جسد حي وفيها أعضاء حية وهي اللي بيتكلم عنها كعزراء عفيفة بيقول عنها الرسول بوليس أنا أجاهد علشان أقدم عزراء عفيفة للمسيح وتفضل طول عمرها في عفتها وبعد كده لما ييجي المسيح يختطفها سواء الاختطاف ده أنت شفته بعينك أو اختفى عنك فهناك اختطاف سري سوف يحدث عن قريب واللي بيتكلم عنه بيكونوا اتنين بيطحنوا مع بعض افتحونا واحدة واحدة تؤخذ والاخرى تقعد وزي ما بيقول عنه أيضا عزارة حكيمات خمسة في آنيتهن زيت من الروح القدس يؤخذنا وخمسة جاهلات يفضلوا أيضا لم يدخلوا هذا العرش ويغلق المسيح الباب ده اللي احنا بنقولك عليه هيحدث قريبا جدا وهتشوف الحكاية دي بعينك بس المهم أن انت تكون من العزارة الحكيمات ومن هؤلاء الذين يطوبهم المسيح إذ أخذوا هذا الزيت زيت الروح القدس ما هواش مسحة مرة واحدة في الميرون وخلاص وانتهت لكن اللي بيقول عنها الداود تدهنت بزيت طريق يا ترى النهاردة وانت بتمارس الصيام مبروك عليك يا ترى كده وانت قاعد وانت معدتك خالية ولا ما فيهاش يعني الحاجات اللي بتقل علينا احنا هنا في أمريكا عندنا تجربة الأكل تجربة كبيرة كل حتة فيها أكل جنازات موت فيها أكل عبادات وراها أكل كل حتة يطلعوا حتى من الكنيسة يتفسحوا وعايزين أكل ماشي ما فيش حاجة يعني بس خلي بالك أن الأكل ده أول تجربة دخلت إلى جنة عدن وجربت بها حواء التي أغويت وآدم لم يغوى علشان كده حصلت في التعدي آه من الأكل هتقول لي يعني آدم ده ما عملش خطيئة علشان كده سقط في الحقيقة يا حبيبي انت ولا أنا ما بنعرفش آدم كويس لكن أنا هجيب لك بعد شوية أعظم المفكرين اللي جوم هنا في عالمنا وأخذوا رؤى حقيقية سنة واحد وتلاتين هيوريك إن آدم ده وكان ربنا فيه قبل ما ييجي أي بشر في الدنيا يعني ربنا خلق المسكونة دي وعملها نصبها كمسكن زي ما بيقول في سفر العبرانين وصح تمانية نصب المسكن الأول اللي هي الخليقة اللي احنا بنعيش فيها دي السماوات اللي بتحدث بمجد الله والفلك اللي بيخبر بعمل يديه هي دي المسكن الأول فهل تفتكر ربنا يعني هيصنع مسكن ويسيب حضرتك تسكن فيه قبل ما هو يسكن لا هو سكن فيه في آدم قبل ما حضرتك تيجي للحياة وعلشان كده الفاتحة المهمة اللي البشر ما بياخدوش بالهم منها رغم إن فيه آيات حتى في الإسلام نفسه بتقول إنه طلب السجود لآدم من الشيطان فأبى الشيطان وسط أكبر طيب وإذا كان ده صحيح وحي يعني إسلامي يعني بيؤمن به مليارات من البشر وبيؤمنوا بصحته وبعسمته الله يساعدهم على إيمانهم هم إحنا مش بنتدخل فيه ليكن لهم دينهم وإحنا لدينا دين لكن هم بيقولوا إن الشيطان ده رفض إنه يسجد لآدم لأن في الحقيقة آدم ده حل فيها الله بشكل بيسموه فولنس يعني بكل جوهره سواء أنت آمنت لو لم تؤمن وعلشان كده أنا بس هديك آيات مفتحية لو أنت صحيح جدع وعاوز تتحدى الكلام اللي أنا بقوله ارجع لسفر التكوين أصحاح 2 وعدد 23 وعشرين وإرجع لإنجيل متى وأصحاح 19 ابتداء من عدد 4 هتلاقي إن ربنا بيقول في الأول إن آدم قال عن حواء هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي لكن يرجع تاني في إنجيل متى ويقول ربنا هو الآل فأنت النهاردة يا حبيبي لو عايز تبحث وأنا عارف المسيحيين يعني والحمد لله بياخدوا مسلمات وما بيردوش يبحثوا لكن أنا عايزك تبحث وإذا كنت الكلام اللي أنا بقوله ده بخرف فيه بطع على كده تحداني وطلع لي على التليفون ولا كتب لي على الفيسبوك على الصفحة بتاعتي إنذار أخير قول لي يا أمراض أنت بتخرف لأن آدم في الحقيقة إلي أنت بتاخد بلك منه بس آدم النصخة وكلمة حواء ومش عربية ده هو اللي سمى البشرية كلها وهو اللي سمى الحيوانات والطيور والأسماك والخفي والمعلن وأنت مش واخد بالك إن آدم ده اللي هو لو أنت بصيت في الآيتين اللي أنا بقولهم لك دول هتقدر تقول لي هل هو آدم اللي قال والله ربنا اللي قال عن الكنيسة هي عظم من عظمي ولحم من لحم يبقى بس بص كده أنا بس بديك لمحة علشان تفتح نفسك ولا معرفش هتسدي نفسك ها لأن الأكسرية بيسمعوا كأنه بيسمعش سامعين وكأنهم مش بيسمعوا علشان كده حتى أنا بتابع المكالمات اللي بتيجي صحيح مش بتجيلي أنا مش بيبصوا في وشي ولا بيكلموني ماشي زي بعضك فأنهم بيكلموا رئيس الخنهة الله هيباركوا الدكتور جوزيف بس وأنا بتابع المكالمات بلاقيها كلها أصلا إحنا مشغولين بأنفسنا وبعيالنا وباللي ناخده واللي نروح واللي نجيبه واللي نسفره واللي نهاجره كل دي طلبات أنا مش عارف ربنا لما ينظر إلينا في الأيام الأخيرة ويقول يا ترى أنتو بتنفذوا صحيح الوصية وعايزين جوهر العبادة وعايزين الشهادة اللي أنا عايز أحطها فيكم لأن الإنسان إن ما كانش تبقى حياته شهادة وعبادة أنا بقول لك راحت عليه ولا ياخدها لدنيا ولا آخره لكن النهاردة أنا بوريك الطريق للحياة الأبدية هذا الطريق هو انضمامك للكنيسة المسيحية التي هي في جوهرها ولادة من فوق وفي ختمها وتوسقها مع مدية الروح القدس وليها رأس بيحركها فأنا بقول لك النهاردة إذا كنت عايز تخضع لهذا الرأس يا بختك لأنه رأس الجسد الكنيسة وهو أيضا الذي يسكن فيها كهيكل فإحنا النهاردة مش بندور على هيكل منظور ولا بندور على مكان منظور لكن إحنا لينا عبادة حقيقية في قدس الأخداس الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان وده إذا أنت النهاردة تمتعت به بالدخول إلى الأخداس طريقا حيا كرسه المسيح بالحجاب أي جسده هتتمتع بأعظم اختبار في الدنيا لكن كمان عايز أدخل شوية إلى عمق هذه العبادة إن الله مش طالب منك غير إن أنت تضمص في السماوات وتعرف إن اللي بيشرق ويغرب عليك ده في شمسه كل يوم هو المسيح نفسه فالله بيشهد عن نفسه في الخليق وقلنا قبل كده إنه شهد عن نفسه أيضا في خيمة وراها لموسى على الجبل في أصحاح 24 وأيضا وراه له رسم هذه التفاصيل في الخيمة وقلنا لك إن التفاصيل دي الدقيقة اللي رسمها الله لموسى ونزل نفسها كخيمة في البرية هي فيها تفاصيل جسمك اللي احنا بنقولك عليه ده فيه رسالة كورونسوس الأولى صح 6 والعدد ده اللي احنا عرناهولك عدد 15 إن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي يسكن فيكم وأعضائكم دي هي أعضاء المسيح فالنهاردة فيه شهادة في الخليقة نمرة واحد فيه شهادة في الخيمة نمرة اتنين لكن أعظم شهادة بتقدم وأشرت إليها في المرة السابقة هي الشهادة فيه جسمك نفسه هتقول لي وأنا دكتور زيك هعرف جسمي فيه إيه طب أنا هجب لك شهادة واحدة هو من 6000 واحد بيؤمنوا بالشهادة دي اللي أنا هورها لك في المدرسة ويمكن أكتر كمان يا ريت الشهادة دي توصلك وأنا قلت لك وصلت مصر قبل كده من ابتداء من سنة 71 وطبعاً اتدفست كده في الملفات زي اللي بيتفسوه في الملفات في كل الحاجات اللي بتوصلهم مش بيبصوا بس غير على الدولارات ودي مشكلة كبيرة في فهمنا إن إحنا عايزين ناخد 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 وناس كتير منهم مراتي الله يباركها بتقول لك هو الناس هتفهم إنجليزي هيم ما الناس فهمينك بالعربي عشان تقولهم إنجليزي أنا بصراحة بقول كلام مبسط بالعربي يعني ما بعرفش أنت حضرتك السامع يعني بتاخد بالك من الكلام ده ولا لا لكن قلت لها طب خلاص أنا مش هحط غير ست دقائق بالكتير إنجليزي وبعدين أترجم لأن دي شهادة من الأحباء واسمه كريس وده ربنا عزاه لأن حتى لما مراته رحلت بالكانسر في الرئة وعنده أطفال صغيرين لكن يعني كان في الجناز اللي إحنا أحضرناه ده وكانت فيه شريكة حياته كان مش كأنه جناز لكن كأنه زف عروس إلى السماء وده اللي بيورينا إن حتى الموت نفسه لا يخيف هؤلاء الشهود الذين صروا الشهادة وختموا ويختموا الشريعة بتلاميذ اسمهم تلاميذ الرب يريد تكون واحد منهم النهاردة تسمع الكلام ده وأنا هبتدي أترجمه لكن بعد ما ترجمه أيضا هخش أكثر في عمق هذه الرسالة وهي جوهر العبادة عن طريق صر الشهادة تفضل أخي آدم لهو الكليب ده جاهز تفضل حطه لهم هكذا We are, folks. We just are. And he's going to have to reveal that too. He's just going to do the whole shooting match, the whole everything. Now, but we are walking around. We are walking around with this physical body here. Now, he said the physical body, this was so important that he gave everybody their own copy. That's how important it is. Because somebody said you got your Bible with you. i forgot my bibles but you will never forget your body that ain't never going to happen you ain't never going to leave home without your body your body is a better bible than that book you are in and that i am in this right here oh my goodness if we are looking for another witness there ain't another one coming if we are looking I'm so I ain't preaching to nobody we're all in that boat I'm saying walking around in this physical body man said that this physical body is a witness against us that we do not exist the way we think we exist we do not exist the way we think we exist and we can wake up everyday and wash our face and do all that and brush our teeth and think we're us and you lost the game already. Game over. He done got you now. All day long you're going to be Chris. And you want to be Chris, if you want to be Chris if you want to, you're going to pay the price for that. Now if you want to be Chris and carry the load that Chris got to carry, then you're going to want to do it. Or you could just be me. Or I'm saying you could just be him and let him handle it all. Now that's, that's, folks, I'm telling you. Now that's colossal ignorance to try to be me. But that's just, that's how perfect black is black is. It's a perfect black. Oh my goodness, you can't, it's no convincing black. No way, there ain't no way. So you got this physical body. Now this is, I know, somebody say, I already know that. Do you know it? No, we don't know it. Him is here. That's it. That's it. Him is here. But we say it, we just so, we so wrote with it, like we know, we don't know it. Because if we knew it, we wouldn't have no problem down here on Sunday. If him is here. But like, you take the seat. No, you take the seat. Right? It would be, it would be more of that because him is here. But because I'm Chris and I sit in this seat every. No, 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 we can't do it now. No, him ain't here no more. No, him ain't here. But him is here. Him is here. left, left him is here, right him is here, but him is here. Him is here either way. He art. He art, folks. Oh, man, I'm telling you. And the liver. But like he talked about, and I love, you know, when our international dean was talking about how he was in that doctor's office, and he saw that question mark down here. He saw that perfect question mark, and he wanted to ask that doctor, did he know what that meant? This question mark down here. and then the bolus comes out and makes that point right underneath there. And that's what we all been, boy, this purpose is so hooked up and so tight. You can't do nothing with this man. It's a shame that we tried to do something with it. But, you know, that's just the way it is too. But this right here is a, I'm walking around with a question mark, and so are you walking around with a question mark. And, you know, and the question is, who am I? That's been the whole question. That, oh, man. If we can get that over there, where it talks about no thing and something. Nothing, uh, is that 6 and? Galatians 6 and 3. Galatians 6 and 3. For if a man. Oh, man, yeah. For if a man think himself to be. If he's thinking himself. To be something. This is what's going on, man. This is what's happening. I'm saying with me and with you. This is what's going on. Thinking himself to be something. Y'all remember the man labored this point. What is something? You had him look it up. And we wouldn't have to do it, but it boiled down to an entity. That's what it boiled down to. Something. Read on. When he is no thing. When he is no thing. But Yahweh. That's all you are. You are no thing. I am no thing. I'm not something. We are no thing. But the source, substance, limits, and bounds. No thing. But not something. We're not something. This is, this makes you no thing. The fact that he is, him is here, eliminates you and me from ever being here. Right. From ever existing. He are deliver. عودة أخرى. يا老 حبا. شرح الكلام ده اللي هو بيقول لك الجسم الإنساني ده was hooked up tightly بحيث إن ده ما يخرش المياه لأنه نفس الجوهر اللي ربنا عملوا في الخليقة عملوا أيضا في الخيمة وعملوا في جسدك وفي جسدك. وجب لك مسال بسيط جدا بيقول لك من راسك لغاية الجهاز الهضمي بتاعك فيه الاتنين دول اللي بيوروك ان الجسم الانساني فيه two question marks في الحقيقة هو اشار ال question mark اللي هي علامة الاستفهام تحت لكن قبل انا ما اجيب لك علامة الاستفهام اللي تحت اللي قالها الاخ الحبيب كريس ده فيه علامة استفهام فوق في عقلك اللي هو بيقول لك hemisphere او him is here يعني ربنا فعقلك فانا بشوف كده وباستغرب جدا لما شوف الناس وهي بتصلي حتى في الكنيس تبحلق لفوق وتقول لك يا رب شؤ السماء وانزل الينا كأن ربنا في السماء ونسيوا ان ربنا نزل وسكن في اكساتهم اللي هي هيكل الروح الخدس او اشوف ناس تاني تتريمي في الطراب وتتمرمخ علشان يعني قال يرضو ربنا لان احنا طراب ومن طراب لنعود يبقى لازم نتمرمخ في الطراب عشان ربنا يرضى علينا لا اللي بيبص ويبحلق صح ولا اللي بيتمرمخ في الطراب صح لان him is here او هو في نص عقلك اللي هو بيسميه الطب hemisphere انت مش محتاج ابدا تتمرمخ لكن محتاج تصدق بس ان فيه علامة استفعان في راسك بتبدأ من ال hemisphere ده فيه داخل تجاويف بيسموها brain ventricles يعني زي بطينات داخل المخ الانساني والبطينات دي كلها فيه ومحد اسمه lateral ventricle third ventricle force ventricle وفي عندين خناه مش مهم ان انت تعرف الالفاظ دي بالانجليزي بس كلها بتمثل هي حلقة اسمها برضو علامة استفهامه وبينزل منها نقط هي السائل النخاعي اللي هو بيسموه cerebral spinal fluid ففيه علامة استفهام في راسك وفيه علامة استفهام تاني تحت بتقولك انا يعني ربنا بيقولك انا حطيت فيك علامتين الاستفهام دول علشان تدور ما تدور بالناس بالكتب باللي انت عايز توصله ربنا مش هتوصل الا اذا سدقت ان ربنا الساتر وجهه عن يعقوب واللي هو اله محتجب اله الكنيسة المخلص اللي كان برضو زمان اله اسرائيل المخلص ودلوقتي ممكن يكون اله الاسلام المخلص اذا كانوا المسلمين يصدقوا الكلام اللي انا بقوله لكن طبعا هيقولوا علي انا كافر ومهرطق ومش ممكن هيسمعوا كلامي لكن ياريت ياريت من الحظيرة الاخرى اللي بيقول عنها المسيح لي خراف اخرى من الحظيرة الاخرى هدعوها باسماء وهتقبل كلامي وهتقبل التعليم بتاعي ربنا وهيقول ان هؤلاء ايضا الذين كانوا مرفوضين اصبحوا دلوقتي مقبولين فالله مش بيهموا يهود ولا مسيحيين ولا مسلمين ولا درز ولا بوزيين لكن جه بدمه للخلاص للخليقة كلها اللي اعلن فيها مجد في الخلق ومجد في الخيمة لكن اعظم مجد هو اللي بيرسمه لك دلوقتي قدام عينيك وبيقول لك زي ما فيه ايضا كوشن مارك في رأسك فيه تحت ايضا في جسمك اللي بيسموها السيندين كولون اللي قولون اللي طالعوا المستعرض واللي نازل دي السيندين لغاية ما يوصل لقناة المستقيم اللي بيخرج منها الفضلات اللي زي ما انا قلتلك علامة الاستفاد نازل منها نقطة وطبعا مفهوم النقطة اللي نازلة من الجهاز الاخراجي في المصارين معروفة يعني مفهومة وده بيورينا انه انت وانا مش هنقدر نعرف انفسنا الا في ضوء هذا العمل الالهي لما يكشف لنا وينور علينا فمش احنا اللي عرفنا ربنا وعايزين نرضيه بالصوب والصلاة او لا ده هو اللي تنازل وكشف لنا جزء بسيط من اللي هيكشف لنا في الابدية علشان ينور علينا علشان كده بيقولك انت لو فضلت باسمك ده وبشخصك ده وبشخصيتك وانت سيت وتجاهلت الرب الخالق هتفضل طول عمرك اعمل ام اخذها لان الطفل لما بييجي من بطن امه اكتر حاجة بيسموه بها اسمه ده اللي هو بيعتبر زي كراون زي يعني تاج على راسه اسمه ويفضل الواحد فينا اتولد باسمه مراد مثلا مرقص يفضل مراد ده يكافح تلاتين سنة علشان يبقى طبيب ويكافح له كمان تاني عشر سنين علشان يبقى طبيب متخصص وبعدين يتخرج في ارض مصر ياخد تلاتة مليم ما يخفهوش حتى سكن ولا اكل ويفضل طول عمره يكافح بس علشان يرفع من اسمه مراد ده اللي هو مجرد كراون هيدفن في الطراب ولا ليه اي قيمة لكن تعرف انت وانا لو فهمنا ان اللي ليه القيمة الحقيقية اللي هو something يعني هو الكل في الكل فما تاخذنيش زي ما بيقولك في رسالة غلاطية اذا كنت بتظن في نفسك ان انت something you are no thing وكلمة thing معناها entity يعني هوية من ثلاث حاجات فيها جسم ونفس وروح فالنهاردة بدون سكن الروح الخدس فيك انا وانت no thing يعني لا شيء طبعا حضرتك مش هتقبل الكلام ده هتقول لي انا شيء دسم وكبير وانا في الكنيسة عظيم وانا في عالم الطب مشهور تاب انا مش بكلمك حتى بكون يتي عالم طبي ولا عالم لهوتي انا بكلمك بهذه الكنية الجديدة اللي قال عنها المسيح اعطيك اسم جديد فالنهاردة يا رب بقول له بشكرك لاني انا خلعت وهخلع الكراون ده اللي انت كنت بديهوني انا مولود به باسمي لا قيمة له ورغم ان انا حاربت كتير علشان احتفظ بالهوية دي ويبقى لي اسم لكن اكتشفت فيما بعد ان مشكلة بابل اللي بيتكلم عنها في سفر التكوين ان اللي ربنا غضب عليهم في بابل انهم كانوا عايزين يعملوا حاجة واحدة بس قالوا نصنع لانفسنا اسما فاحنا النهاردة نشكر الله عملنا يعني الله يبارك في الدكتور جوزيف ورانيا عملوا اسم للقناة اسمها قناة الطريق نشكر ربنا بقى لها اسم صحيح في ناس كتير من البهوات عايزين يخفصوا الاسم ده لكن مش هيقدروا برد لان الله فيها وهو اللي انشأها هو اللي هيدعمها وهو اللي هيبعث لها الفلوس مش محتاجة كتير قوي ان حضرتك تعترف بيها ولا ما تعترفش ولا المتكلمين اللي جايين فيها يعجبوك ولا ما يعجبوكش المهم انك انت ما تدورش انك تعمل لنفسك اسم لكن تقول له ايها الاسم الحسن اسم ربنا يسوع المسيح الخالق لكل الاشياء الساكن في نور لا يدنى منه من فضلك يا رب خليني انا اختفي وخلي اسمك العظيم اللي بتسمى به كل عشيرة في السماء وفي الارض هذا الاسم العظيم انا امجده وامجله وانا ايضا يا رب اعترف بيك انت الاله المخلص الحقيقي وحدك ولا غيرك ولا سواك لكن عشان اوصل لخاتمة النهاردة والبرنامج بتاعي على وشك انه هو يخلص يعني مش فضله غير خمس دقايق لكن كمان علشان اصل الى خاتمة ميسك علشان انا قلتلك ان العنوان ده صر الشهادة وهو ده جوهر العبادة يعني كل الكلام اللي انت سمعته ده تصره في كلمة واحدة يا رب انا لا شيء وانت كل شيء يا رب انا بدونك لا استطيع ان افعل شيء زي ما انت قلت بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيء وانا في الحقيقة ببز الجهد علشان يعني اطلع على الهواء مشغول بصومك وعباداتك وتقليدك وتقصك انا بقولك النهاردة ده كله مش هينفعك لكن اللي هينفعك انك تيجي النهاردة وتطلب هذه الطلبة معايا وتقوله ايها الرب الاله العظيم الخالق لكل الاشياء وهي بارادة الكائنة وخلقت يا رب انا جايلك من كل قلبي النهاردة علشان تدخلني في نطاق الكنيسة الحقيقية يا رب انا مرات كتيرة افتكرت ان لي اسمه عايز اصنع لي اسمه والعائلة والاولاد علشان الاسم ده يبقى اسم عظيم ويورسه هذا الاسم وايضا يورسه اللي وراه لكن في الحقيقة يا رب انا بقولك النهاردة ان اعظم اسم في الوجود هو اسمك اسم يسوع هذا الاسم الذي هو نور من نور هذا الاسم الذي هو شهي وبهي وهو الذي ايضا فيه التفاح كشجر الوعر هذا هو الذي يحل الحياة وهو الذي يجملها فانا بقولك يا رب وانت دعيت علينا اسمنا زم ما دعي على الكنيسة في البداية في انطاقها دعي اسماءهم مسيحيين احنا بنقولك يا رب احنا عايزين في هذه الايام الاخيرة نكون مسيحيين حقيقين يا رب ما تكونش عبادتنا عبادة شكلية ولا تقصية ولا هي عبادة روتينية لكن احنا عايزين يا رب واحنا جايين في هذه الايام ايام السوم علمنا يا رب نصوم عن الكلام اللي فيه نميمة نصوم عن الاعمال اللي فيها رزيلة نصوم عن الاشياء يا رب اللي بتغضبك وبتزعالك نمتنع عن كل الشهوات الجسدية التي تحارب النفس فتكون عبادتنا مقبولة يا رب وهي مش هتكون مقبولة ابدا الا اذا كنت منشئها انت في القلب فانت رئيس الكهنة الذي تأخذ عباداتنا وصلواتنا واصوامنا وتضرعاتنا علشان تقدمها لله الاب فتكون مقبولة ومرضية فانا بطلب يا رب في هذا اليوم في بداية هذا العيد عيد السوم الكبير انت تقدر يا رب تدي لعبيدك اللي هم دخلين في هذا الصيام يا رب تديهم نعمة وتحفظهم من كل شر وشبه شر وتعطينا في هذه الايام الاخيرة انجلاء العقولنا يا رب وتطهير لقلوبنا وتغسلنا من جديد في هذا العيد عيد التجديد علشان يكون لنا شهادة حقيقية ويكون لنا فجر جديد اللي انت قلت عنه فيه اشعياء تمانية اللي احنا ايضا قدتنا فيه هذه الرسالة صر الشهادة واختب الشريعة ادينا فجر جديد عن طريق التجديد يا رب اللي قلت عنها صر الشهادة اختم الشريعة بالتلاميذي وان كنت انت ساتر وجهك يا رب لكن انت ساتر وجهك عن اللي مش بيعرفوك لكن كل الذين عرفوك يا رب اعطتهم ان يروا وجهك وهذا الوجه الجميل العظيم اللي احنا بنرى فيه وجه الله في وجه يسوع المسيح احنا بنشكرك يا رب لاجل التعليم اللي انت وصلته لنا رافق هذه الكلمات يا رب ورافق هذا التعليم من قبلك واعطي لنا انفتاح وتقبل وارشدنا لجميع الحق وهذا بالروح القدس الذي هو روح الحق ليس لنا ليس لنا يا ابانا لكن اقبل تضرعاتنا مشفوعة برئيس الكهنة شخص ربنا يسوع المسيح العظيم ايضا بانات الروح القدس الذي ينطق فينا بانات لا ينطق بها اقبل ايها الولاها الواحد الاب والابن والروح القدس الاله الواحد لك المجد والعظمة السلطان والقدرة الان وكل اوان وإلى اباد الدهور وإلى ان نلقاكم ايها الاحباء في الاسبوع القادم يوم الاثنين من كل من كل من من هذه القناة من قناة الطريق من الاثنين الساعة اثنين للساعة ثلاثة في هذا البرنامج انزار اخير كل سنة وانتوا طيبين ومنازمة الصوب والله يعطيكم صيام مقبول امامه ويعطينا ايضا ايام فرح لزة عن طريق صر الشهادة وختام الشريعة بهذي اولئي التلميذ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة